مشاهدين الكرام في كل مكان برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعية عبر الكتاب المسيح قام حقا قام هذه هي المعايدة التي بيها نحتفل بذكرى قيامة شخص ربنا ومخلصنا يسوع المسيح أن مسيحنا حي قد قام منتصرا من بين الأموات ولأجل هذا يحق لنا أن نقول أين شوكتك يا موت أين غلبتك يا هوية مرة تانية بعيد على كل حضراتكم وبمناسبة عيد القيامة المجيد الذي احتفل به العالم الشرقي يوم الأحد الماضي وهذا هو أيضا عنوان حلقة اليوم المسيح قام حقا قام والذي فيه نقدم البرهين على قيامة المسيح لكن قبل أن نبدأ في الحديث عن قيامة المسيح حلقة الإسبوع الماضي التي كانت بعنوان الأدلة التاريخية على صلب وموت المسيح هذه الحلقة كان لها صدق كبير على وسائل التواصل الاجتماعي وكذا حد علق على وكتب تعليق على هذه الحلقة فأنا حابب أخذ بس تعليقين في البداية من الإخوة المسلمين قبل ما ندخل ونتكلم عن قيامة المسيح في هذه الحلقة تعليق الأولاني كان على اليوتيوب وواحد كتب هذه الجملة غالبا اسمه إكرام يعني كتبوا قال إيه قال إكرام خفاجي أيوة إكرام خفاجي كتبوا قال إيه قال الأدلة التاريخية صنع الكنيسة يعني بعد ما احنا قدمنا أدلة تاريخية سواء من تاستوس بليني دايانجر أو بليني الصغير المؤرخين الرومان الوثنيين الذين لا ينتمون للكنيسة بأي صلة من الصلعت بل كانوا ناقدين للكنيسة وكانوا مستهزئين على المسيح وعلى الإيمان المسيحي لكن هذا الشخص بيقول الأدلة التاريخية صنع الكنيسة لأن هذا هو تعليمها الأساسي أنا معرفش إزاي الأدلة التاريخية صنع الكنيسة يعني الكنيسة أساسا كانت متحدة من العالم الروماني ومن السياسيين ومن المجتمع الروماني أول أربع كرون فكيف كانت هذه الأدلة من صنع الكنيسة لكن غيبدو أنه زي ما احنا بنقول يعني نقول تور يقول روح لبوه نقول أدلة تاريخية خارج الكتاب المؤدس يقول لك هذه الأدلة التاريخية اللي خارج الكتاب المؤدس هي من صنع الكنيسة طب نعمل إيه تاني يعني إن لم يفتح الرب بالروح الكتاب المقدس البصيرة والقلب لقبول المسيح فلا يوجد أمل ولا رجاء لكن هنا يقول لنا إيه تاني يقول هناك نصوص داخل الكتاب المقدس تنفي صلب المسيح واحد بتكلم بثقة يعني أنا معرفش جاي بالثقة دي من إيه وإيه هي النصوص دي وإن من صلبه هو شخص غير المسيح هو يرجع لنافس الفكرة شبها لهم شبها لهم أنا عايز أكلم بالعقل للإخوة اللي بيروحوا للكتاب المقدس عشان يثبتوا أن المسيح لم يصلب ويروح للأنجيل ويقول لك آه أصله التلاميذ هنا في موقف والتلاميذ هنا في موقف آخر أو هنا المريمات رحوا عند القبر والصباح والظلام باقي ورحوا عند القبر وكانت مع طلوع الفجر أي واحد أي واحد هتدي له الأربع أنجيل لو دي نال لشخص لا هو مسلم ولا هو مسيحي ولا هو أي حاجة وناله اقرأ الأنجيل الأربعة دول كويس وقل لنا هل الأنجيل الأربعة بتتطفق على حقيقة أن المسيح قد صلب ومات ولا لأ هيقول لك بلا أدنى شك أي وا متى ومرء السلوء أو يحنى الأربعة بيؤكدوا أن المسيح قد مات وأنه دفن ده 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 الاتفاق لكن هنا يقول لك هناك نصوص داخل الكتير المؤدس تنفي صلب المسيح طيب ده تعليق الأولاني تعليق التاني بقى أكثر أكثر خيالا يعني أنا طبعا أشجع الشخص ده أنه يكتب قصص خيالية من أنه يعني يقوم بدراسة الكتير المؤدس بيقول إيه هذا الشخص بيقول دكتور أشرف عزمي تفضل تفضل هذه هي السوابت التي تؤكد بعدم قيامة يسوع الرب من القبر ومن بين الأموات ولم أجد شاهدا واحدا على قيامة يسوع الرب لم يجد شاهدا واحدا على قيامة يسوع الرب من القبر والموت فكان لابد من إعادة نشر هذا هو عمل منشور قبل كده فهو بيعيد نشر فبيقول إيه فقال الملاك للمرأتين لا تخاف أنا أعرف أنكم تطلبون يسوع المسلوب ليس ما ليس هوها هنا ماذا ليس هوها هنا لأنه قام قام قال من القائل الملاك فالملاك قال للمريمات لا تخاف أنتم تطلبوا يسوع المسيح ليس هوها هنا لأن يسوع قد قام وازهب في الحال إلى التلميذ وأقول لهم أنه قام من بين الأموات القائل هنا هو أيضا من الملاك شاهد آخر في لؤة 22 هو لؤة 24 لكن هو كان في لؤة وإلى تلميذ عمواس إلى عمواس تبعد حوالي 25 كيلو متر من القبر لكن بعض النساء من جماعتنا حيرتنا دولت المزايا عمواس لما كانوا بيكلموا مع يسوع الذي اقترب إليهم وماشها معهم كويس بيقولولوا أن احنا بعض النساء حيرنا وقالوا لأنه لم يجدنا قبره لم يجدنا جسده في القبر وأخبروا التلميذ وأنهم رأوا ملاك طيب أجي إلى بقية التعليم ويوم الأحد جاءت مريم المجدلية إلى القبر باكرا وكان ظلام بعد فرأت الحجر مرفوعا من القبر فأقبلت مسرعة إلى سمعان بوترس والتلميذ وقالت أخذوا الرب من القبر ولا نعرف أين وضعوه إلى آخر الجزء ده ماشي اللي عايز أقوله إيه اللي عايز أقوله من الجزء ده أنا أقول لحضراتكم عشان إيه ما تشتتوش زي ما أنا أواد بتشتت في الإراءات هذه الآيات التي ذكرتها لا يوجد شاهد عيان بذات وقت قيامة يسوع الرب الآيات اللي هو قالها قال ما فيش واحد من هؤلاء كان واقف عند القبر ورأى يسوع بعينيه خارجا من القبر فالملاك هو الذي تحدث إلى المريمات الملاك هو المتحدث مع السائرون إلى عمواس ودي نقطة غلط مش الملاك هو الذي كان يتحدث مع تلمزي عمواس ده الرب يسوع نفسه هو الذي كان يتحدث مع تلمزي عمواس فلو كان يسوع الرب قام حقا كان عليه أن يجلس على الباب ليؤكد أنه قام كما قال أنه سيقوم بعد ثلاثة أيام يعني يعني عايز الشخص ده قال لك الدليل الذي يقنعني وحتى لو عمل كده الرب يسوع لكن هو يقول الدليل الذي يقنعني أن يسوع كان يجب أن يكون جالسا عند القبر وأي حد جاي عشان يشوف أنه آهم الأموات يشوف جالس عند القبر وبما أن يسوع ما كانش جالس عند القبر وأن الملاك هو الذي أخبر مريم والمريمات بأن يسوع قد قام فالمسيح لم يقم ده اللي بيقوله ده اللي هو بيقوله فهو يرفض شهادة الملاك ويرفض شهادة أيضا النساء ويرفض شهادة الكتاب المعدس لهذا الشخص أقول بكل وضوح عزيزي أنت مشتت أنت مشتت لأن المسيح بنفسه قد ظهر مرات ومرات ومرات يسجل لنا الكتاب المقدس على الأقل عشر ظهورات للرب يسوع المسيح وآخر هذه الزورات يقول عنها بوليس أنه ظهر لأكثر من خمسمائة أخ أكثرهم باق إلى الآن ظهر لمريم ظهر للنساء ظهر للتلاميذ بدون تومة ظهر للتلاميذ مع تومة ظهر لصفا ظهر ليعقوب إيه تاني يعني أنت عايز إيه وكأنه هو عايز حاجة تفصيل حاجة تفصيل بما أنه ما عملش كده يبقى هو ما أمش ويرفد كل الأدلة التي يتحدث عنها الكتاب المقدس ويؤكدها الكتاب المقدس على أنها أدلة تاريخية على أن يسوع حقا قام زي ما قلت نحن نصلي إلى أجل هؤلاء أن يفتح الرب عقولهم وقلوبهم وقلوبهم أبل عقولهم ليه لأن العقل بمفرده لا يرفض الأدلة والبراهين العقل يبحث عن الأدلة والبراهين لكن لأن القلب هو لرافد حقيقة صلب وقيامة المسيح فالعقل هو الذي يقول أن المسيح لم يقوم وعش كده نصلي أن الرب يفتح قلوبهم أجي إلى المسيح قام حقا قام في محامي مشهور أوي إنجليزي كتب كتاب من أهم الكتب التي كتبت يمكن في القرن العشرين هذا الكتاب كان بعنوان هو موفد دستون أو من دحرج الحجر فرانك موريسون وهذا المحامي لم يكن مؤمناً بتاريخية صلب ولا بتاريخية قيامة المسيح لكنه قرر إنه كمحقق وكمحامي هيتبع كل الأسليب التي تعلمها في التحقيق وفي الأدلة والبحث عن الأدلة والبرهين لكي يثبت من الكتاب المقدس أن يسوع لم يصلب وأن يسوع لم يقم وأن يسوع شخص غير تاريخي لكن بعد دراسة عدة سنوات في الكتاب المقدس تغير حال هذا الشخص ورأى أن الكتاب بكل وضوح يقدم البرهين والأدلة التي تقنع أي شخص بأن يسوع فعلا قد صلب ومات وقام في اليوم الثالث وكتب كتابه الشهير من دحرج الحجر هذا الكتاب الذي طبع أول مرة سنة 1930 لكنه أعيد طبعه أكتر من 11 مرة وترجم للغات عديدة منها اللغة العربية من دحرج الحجر وعش كده كان ليه أكتر من غلاف في كل مرة بيطبعوا الكتاب أوقات بيغيروا الغلاف بتاعه يحطوه بأسلوب شوية أو بغلاف شوية مطبوع بأسلوب حديث من دحرج الحجر لكن لأنه دايماً عدو الخير يعمل ضد الحق فهو كذاب وأبو كل كذاب وزي ما بيبدل الحق بالباطل هو أيضاً يريد أن يبدل البرهين التي يقدمها هذا الكتاب وهذا الكاتب البرهينة التي جعلت كثيرين من النقاد والملحدين ينظرون إلى حقيقة صلب المسيح وقيمته على أنها حقيقة تاريخية إلا أنه أتى إلينا أحمد ديدات والذي اطلع على الكتاب من دحرج الحجر وعمل كتاب مزيف آخر سماه بنفس الاسم من دحرج الحجر لم يعجب ما قدم في الكتاب من برهين وأدلة فأراد أن يقتبس نفس عنوان الكتاب مع أنه يعني ده اسمه غش لكن عادي الغش في الإسلام مباح وأخذ نفس العنوان أخذ نفس العنوان علشان يضرب به الكتاب اللي الترجم للعربية واللي موجود بالإنجليزية من دحرج الحجر أنا أنا نهار هتكلم عن الكتاب المزيف بتاع أحمد داد من دحرج الحجر وما قدمه في هذا الكتاب من أفكار أنا في نظري ما هي إلا اضحوقة وكذبة واحد هو يريد أن يثبت أن المسيح لم يصلب بأي طريقة من الطرق فبيشوه في كل شي والأسابيع اللي جاية إذا تأنى الرب في مجيء هنقف أكتر من وقفة مع الكتاب الحقيقي من دحرج الحجر لفرانك موريسون ونحاول نقدم هذا الكتاب في أكتر من حلقة لكي ما المشاهدين والمتابعين والمهتمين أيضا بالردود وعلم الدفاعيات ممكن يكون الكتاب دا سبب بركة كبيرة لحياتهم من دحرج الحجر أحمد داد طيب أول حاجة طبعا أحمد داد أعمالها في الكتاب دا إنه قال لك هو ليه المريمات راحوا إلى القبر لماذا ذهبت المريمات إلى القبر أو لماذا ذهبت مريم المجدلية إلى القبر دا السؤال إيه الدافع اللي جعل مريم في أول الإسبوع وأو مع أول شعاع للنور كويس تذهب إلى القبر اللي احنا عارفينه هيقول لنا علي إنه غلط لكن لماذا ذهبت مريم أو المريمات إلى القبر يقول ودعنا نبدأ بهذه المعضلة من بدايتها كان صباح الأحد طبقا للكتاب المقدس أنه اليوم الأول من الإسبوع عندما ذهبت مريم المجدلية إلى قبر يسوع وفي إنجيل يحنى عشرين واحد وفي أول الإسبوع جاءت مريم المجدلية إلى القبر باكرا والظلام باقي فنظرت الحجر مرفوعا عن القبر إن السؤال الأول الذي يعش عش في الزهن إحنا مش عايزين حاجة عش عش في الزهن طلعها كفائز السؤال الأول الذي يعش عش في الزهن هو لماذا ذهبت إلى القبر أيوة ده السؤال المهم لماذا ذهبت إلى القبر ليه أول حاجة قالك فكرة أنها يعني تدهن الجسد بالأطياب و فكرة فكرة مرفوضة لأنه اليهود اليهود لا يدلكون بالدهن والأطياب جثث موتاهم بعد ثلاثة أيام فقال لك محدش بيروح عند القبر بعد ثلاثة أيام علشان يحط أطياب وحنوط وأن يفك الجسد ويدلكوا بعد ثلاثة أيام فالإجابة فالإجابة اليهود ما بيعملوش كده هل يضع حنوط وأطياب على الجسد قالك لا يبقى أكيد في سبب أكيد في سبب سبب بس قبل ما أجاوب على ووريكوا السبب اللي اخترعوا أحمد دي دات خلينا أجاوب على سؤال آخر سؤال آخر مهم لماذا ذهبنا النساء فقط إلى القبر ليه بس النساء هم اللي راحوا للقبر فاجرا ليه مراحش التلاميذ أو للفاجر ليه مراحش حد من الرجال ليه بس النساء هم اللي راحوا إلى القبر إلى قبر يسوع أول سبب بسبب الخوف التلاميذ فعلا كانوا خائفين ده حقيقة لنا ستطيع أن ننكرها كانوا خائفين اليهود الذين حكموا على المسيح بالصلب والموت مازالوا متربصين لهم فهؤلاء كانوا أدباء للمسيح وتلاميذ للمسيح وكانوا معه في كل موقف وفي كل مكان عش كده التلاميذ عملوا إيه لما المسيح راح لهم كانت الأبواب مغلقة في العلية عاديين خايفين فما فما راح لهم القبر خوفا من اليهود وقادة اليهود حاجة تانية اللي جعلت التلاميذ ما يروحوش عند القبر أن التلاميذ لم يكونوا متوقعين أن يسوع فعلا هيقوم من بين الأموات مع أن المسيح ذكرها في كل مرة اتكلم فيها عن حقيقة صلبه وموته وفي اليوم الثالث يقوم وفي اليوم الثالث يقوم نقرمات 16 مرء 8 يحنى 2 كتير 6-7 مرات المسيح بيؤكد هذه الحقيقة في كل مرة كان المسيح متكلما عن موته وعن صلبه وعن أن اليهود هيقبضوا عليه وهيسلموا للموت كان يذكر حقيقة وفي اليوم الثالث يقوم لكن التلاميذ لم يكونوا متوقعين حاجة كانت أكبر من إدراكهم لسبب التاني عش كده مرحوش عند الأمر طب هل المريمات كانوا متوقعين لا ولا حتى المريمات كانوا متوقعين ولا مريم المجدلية ولا مريم أم سلومي ولا أحد أنا مشوف هنا أيضا سبب ثالث سبب قد لا يكون مسكور لكننا نعلم عن حقيقة سلطان الله في الأحداث خطة الله للتلاميذ أنه ما يروحوش عند الأمر في أول الأسبوع صباحا وما يكونوش هما الذين أول من يذهبوا إلى القبر ليه لأن قادة اليهود كانوا مطلعين إشاعة أن التلاميذ ممكن يغططفوا جسده ويسركوا جسده من القبر فتخيلوا لو التلاميذ كانوا راحوا كانت سبتت عليهم هذه التهمة وعش كده من خطة الله أنه هما ما راحوش والرب جعلهم شوية بعدين يروحوا بعد النساء وليس قبل لو ذهبت التلاميذ أولا للقبر لكانت كذبة اليهود بسركة الجسد لسقت بهم أخيرة الحقيقة أن التلاميذ لم يكونوا عند القبر أولا تعطي مصداقية يعني عدم وجود التلاميذ عند القبر أولا بتعطي مصداقية لحقيقة قيامة المسيح وليس العكس أن من كان عند القبر لم يكن هما التلاميذ الذين يعني كانوا أدباعا للمسيح وعاصروا المسيح لكن كان هناك النساء عند القبر عش كده اللي ذهب للقبر كانوا النساء لكن لما نقول لماذا ذهبنا إلى القبر ليه ذهبنا إلى القبر هقول اللي بيقوله الكتاب وبعدين هأوريكو اللي بيقوله وبيخترع أحمد ديدات وغيره كويس من تلاميذ اللي بيقوله الكتاب إنه في مرقص 16 وفي لؤة 24 يولي نايم وبعد الحنوط الذي أعددنهن ومعهن وناس يبقى الهدف كان في القبور قبل أن يبدأ يوم السبت اليوم المقدس هذه سرعت وعجلت بوضع يسوع في القبر كويس فوضعت الحنوط بطريقة سريعة ولف الجسد بالكتان الحنوط والأطيابة التي أحضرتها النساء كانت بغرب وضعها فوق الجسد الملفوف بالكتان وليس فك الكتان ودهن الجسد مرة تانية والغرض هو أنه تقلل رائحة التعفن اللي ممكن تكون بسبب الموت النساء أيضا جئنا بالأطياب لأنهم شعروا أنهم لم يكرموا جسد يسوع المسيح هذا الجسد الذي كان يستحق التكريم ويعلنوا عن محبتهم وتكرسهم المسيح بأن هذه العملية التي تمت بسرعة لابد أنهم يكملوها بسرعة يريد أن يكون هذا الجسد حتى ليس له رائحة كبايس عشي كده أتينا القبل كتاب يقول لنا أنه أتينا بحنود وأطياب لكن أي عاقل هيقبل دوان لأنه لا توجد أبدا مصلحة عند المريمات ولا غرض ولا دافع غير أن يأتو لكي ما يكرم جسد المسيح بوضع حنوطا وأطيابا عليه لكن العقل المريد هيرفو الدواء هليني أوريكو أحمد داد بيقول إيه أحمد داد بيقول لك لعلك أدركت أنها بيكلم عن مريم المجدلية مريم أدركت أدركت أنها أبصرت ملامح الحياة في الجسد الرخو عندما أنزلوه من على الصليب إسكانت على وشك أن تكون المرأة الوحيدة جنبا إلى جنب يوسف الذي من الراما إيه الكلام دا فسرهلكو مريم المجدلية ومريم أم يوسي ومريم العذراء كنا عند القبر كنا عند الصليب ولما أنزلوا جسد المسيح من على الصليب عشان يضعوه في القبر مريم المجدلية لاحظت لاحظت أن جسد المسيح تدب فيه الحياة يعني لم يمت يعني إيه ممكن يكون مغم عليه ممكن يكون مغمى نظرية الإغماء إنه حصله نعم الإغماء بسبب التعب والألم الجسدي وسفك الدماء لكنه لم يمت فالمسيح بحسب أحمد دي دات المسيح عندما أنزل من على الصليب الصليب لاحظت مريم المجدلية أن هناك حياة في هذا الجسد الضعيف وعشان كده قالت مريم أنه ممكن يكون المسيح بعد مرتاح يوم أروح أنا وشوف القبر لعله يكون قد استرد صحته استرد ده صحته ده اللي بينادي بيه أحمد دات يعني المسيح لم يمت المسيح عندما أنزلوه من على الصليب لم يكن قد مات وطبعا ده عكس ما نقرأ عنه في الأنجيل أن إزاي أن العسكر الرومان تأكدوا تأكدوا من موته للدرجة أنه تعنى بالحرب في جنبه رأوا أن اللص اللصين اللي كانوا موجودين لم يكونوا قد ماتوا فكسروا أرجلهم لكي ما يعجلوا بموتهما أما يسوع فعندما أتوا إلى يسوع فوجدوه قد أسلم الروح لكن أحمد داد علشان يطعن في قصة وحقيقة صلب وموت المسيح يقول لك أنه عندما أنزلوه من على الصليب كانت الحياة تدب في الجسد فمريم خبت دو ومارديتش تقوله لحد كويس وانتظرت لحد أول الأسبوع أنا ما عارفش ليه هي انتظرت حتى أول الأسبوع يمكن عشان السبت لو هي في حاجة خييرة تقدر تعملها ليه تنتظر ما كانت راحت حتى يوم السبت لكن علشان عشان أحمد داد بتفكيره هذا التفكير السقيم والمريض هو يرفض الصلب ويرفض الموت فعنده ممكن يقبل أي حاجة أخرى فيما في إلا إلا أن يكون المسيح قد صلي بوما مات فاخترع فكرة إيه فكرة إنه مريم راحت عند الصليب راحت سوري عند القبر لأنها كانت رأت وأدركت أن يسوع الذي أنزل من على الصليب لم يكن قد مات فراحة بقى رايحة تطمن عليه رايحة تطمن عليه طيب نيجي إلى جزء آخر بيقوله أحمد ديت بيقول لماذا لم تتعرف مريم على يسوع لماذا لم تعرف مريم أن يسوع هو الذي يكلمها لماذا ظنت أن يسوع هو البستاني وهل الأكساد أكساد الذين قاموا من بين الأموات يشبهون البستاني ده سؤال بيترح وبعدين مش بس أنه بيسأل السؤال لكنه كمان بيستهزئ فبيقول إيه أيمكن أن تتصور مشهد يوم القيامة كلم القارئ أنك أيها العزيز القارئ بعد عمر سعيد مديد ستكون شبيه بالبستاني وأن حماك ستتبدل هيئته إلى شبه البستاني وأن أختك ستتحول إلى شبه البستاني وأن زوجتك المحبوبة ستقع في حيرة لتجد زوجها هل بهذا يمكن فهم الغرض هو أحمد داد بيعمل أحمد داد بياخد النص وبيشويه بمعنى لما يقول لما يقول الكتاب أنه مريم ظنته أنه البستاني مريم لم تكن تتوقع أن يسوع قد قام وأن اللي بيروح في البستان الصبح لأن القبر كان داخل البستان وليه يروح البستان الصبح علشان يسق الزرع أو علشان يهتم به البستان وما فيه هو البستاني ما قلتش أنه أنه يسوع ظهر لها في هيئة بستاني أو فيه شكل واحد بستاني ما زال يسوع هو يسوع لكنها ظنت أنه البستاني يقول كده أنه ليه ليه مريم لم تعرف يسوع وبيقول أنه يسوع تخفى تخفى في سور البستاني لكن اللي يقرأ النص كويس ويدرس ويعرف أنه يسوع لم يتخفى ده مريم اللي معرفته طب ليه مريم معرفته مريم معرفتش المسيح زي ما يقول لنا هنا الدكتور القص إبراهيم سعيد في كتابه شرح رسال أو بشارة يحنى قال يعز جاه لمريم بحقيقة يسوع إلى ثلاث أسباب عدم توقعها أن تراه يعني مريم معرفتش المسيح لأنها لم تكن متوقعة أن تراه لم تتوقع أن تراه حاجة الثانية التغيير الذي ترأى على جسده بعد القيام لأن جسد القدوس استمر إلى ساعة موت خادعا لنوميس طبيعتنا البشرية المحدودة لكنه بعد القيام كان يدخل ويخرج ويظهر ويغيب حاجة الثالثة ربما لأن عيني مريم أمسكت عن معرفة شخص المسليح مسلمة أمسكت أعين تلمزي عمواس عن مرأة سناء وأنا هضيف سبب رابع الحزن والبكاء الذي كانت فيه مريم المسيح لم يتخفى المسيح لم يلبس لبس بستاني زي ما بيظن أحمد داد المسيح لم يتحول جسده إلى جسد بستاني وانا سألت إذا هو الجسد البستاني ده أليس جسدا بشريا يعني هل لي أربع رجول خمس عيون عشان واحد يعرف أنه ده جسد بستاني ظنت أنه البستاني لكن هو بقى بيقول لك سؤال لماذا كان يسوع متخفيا في شبه البستاني وطبعا طبعا السؤال ده متخفيا خلوا بالكم هو بيعتقد أن يسوع تخفى في شبه بستاني طيب عشان نجاوب على السؤال ده هلونا أول ناخد أخت فريال ونرجع نجاوب على السؤال ألو ألو أخ أشرف سلام أهلين بيكي أخت فريال وكل عام أنت بخير حقا قام آمين وأقمنا معه أنا بس حاب أعلق بسرعة على هذا إكرام السيد إكرام العبقري اللي قال الأدلة تاريخية من صنع الكنيسة أخ أشرف صدقني لو جبت له كل الأدلة سواء تاريخية جغرافية غيرها رح يقول نفس الشيء وإنت حضرتك بالأسماء ذكرت هذه يعني الأدلة تاريخية بالأسماء لكن الكذاب يعني الرب يسامحه والنقطة الثانية المضحكة والطامة الكبرى لما يقول نصوف من داخل الكتاب المقدس صنفي صلب المسيح الله يخليك جيب لي نص واحد طلعنا نص واحد حتى يثبت صدقك يعني أي بالكذب أي بالكذب لأنه وقوع مخيف هو وقوع بيد الله الحي الكذب حرام الكذب خطية لكن أنتم متعودين على الكذب لأن رسولكم معلمكم الكذب والتقية أما هذا أما هذا سام العبقري اللي عنده هذا الواسع الخيال الواسع اللي ما أعرف منه جابه اللي ما يعترف بالملاك في الكتاب المقدس اللي هو أيضا خبر المريمات عن القبر الفارغ فطبعا ما تعترف بالملاك في الكتاب المقدس لكن تعترف ملاك جبريل اللي كان نازف صاعد على رسولك إلى بينه طلباته وشهواته وأنت لو كان يا سام صدقني لو كان يسوع له كل المجد هو نفسه جالس عند القبر أيضا راح تقول هذا ليس يسوع لكنه شخص آخر لأن تريد أن تغبت من قرآنك هذا الهبل اللي هو وشبه لهم ولسا ما عرفنا من هو الشبيه فعيب عليكم الكذب والمشكلة الكبرى لأنه الشيطان أعمى أذهانكم وقلبكم حتى لا تعترفون بالحق وتؤمنون بينه والحق هو الرب يسوع المسيح له كل المجد تعرفون الحق والحق يحرركم من الأكاذيب الشيطانية الرب يرحمكم ونسلي من أجلكم عمي جاءت نسلي من أجلكم من أجل خلاصكم شكرا أخي أشرف وروح القدس كل عام وتبخير وتبخير وتوفي أشكرك الرجل ومعركة طيب ناخد كمان مدخر الأخ هاجوب من روسيا روسيا أهلو 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 اللي سمعنا أهلو أهلو سلام المسيح أهلين عزيزي كيفك أهلو نشكر ربي ربي باركة أخونا معك وانت بخير وانت بخير صحة وسلام ربي بارك حياتك شكرا لي أخوي الغالي أشرف موضوع حلقة جميل جدا وربي باركك شكرا لي دائما تفهم الأخوة المسلمين بخصوص هذه المواضيع وخصوصا بموضوع نحن من جبن ومهات الكتب زي ما بقولوه والبين على ما ندعى إذا نحن بينا وهنا من ندعي اتفضل إلا أي حدا عنده أي جواب أو أي شيء اتفضل يتصل في البرنامج يعني صراحة عن موضوع هل فعلا نشاهد الرسل والأباء القديسين ومشاهد التاريخ لقيامة الرب يسوع المسيح طيب خلينا نشوف مع بعض أول نشهد في شهادة الإنجليين الأربع متى مرخص لوقي يوحنى نشوف يا سيد العزيز أول شخص اللي هو قلتلك يعني بطرس الرسول بطرس الرسول يعني بطرس الرسول بطرس الرسول شهدوا على هذا الشيء كيف شهدوا على هذا الشيء في سفر أعمال رسول الإصحاح الأول آية 22 بقولها منذ معمودية يحنى إلى اليوم الذي ارتفع فيه عنا يصير واحدا منهم شاهد المعنى بقيامته هاي أول وقال لليهود في أعمال 3 4 15 بيقول ورئيس الحياة من هو رئيس الحياة لقتلتموه والذي أقامه الرب لله تمام الرب لله اللي هو من الأموات ونحن شهودا لذلك أيه كمان 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 كذلك الأمر أمام رؤساء الشعب وشيوخ اليهود قال بإسم يسوع المسيح النصري الذي صلبتموه أنتم والذي أقامه الله من الأموات يس وبعد أن أطلقه طبعا رئيس أطلقه رئيس الكهنة معي وحنة يقول لك وبقوة عظيمة كان الرسل يعدون الشهادة بقيامة بالرب يسوع المسيح ونعمة عظيمة كانت على جميعهم في أعمال أربعة ثلاثة ثلاثة يعني أعطيك كمان شغلة شغلة ثانية أعطيك أنه في بيت كيرلينيوس كيرلينيوس يعني بطرس بطرس كان سجد له وقال له أنا أيضا أنا إنسان قال هذا أقامه الله في اليوم الثالث ونحن الذين أكنا وشربنا معه وبعد قيمته من الأموات أعمال أعمال الأصحاف العاشر الآية أربعين واربين كذلك الأمر أعطيك شغلة شغلة في بولوس الرسول بولوس الرسول ذكر كثير في أعمال رسول طبعا سبعتاش وارب كورتين بيقول لأنه هذا في وقت كان في أريوس أريوس طاغوس في أثناء لما قال له لأنه أقامه يوما فيه هو مزمع يدين المسكون بالعدل برجل قد عينه مقدما لجميع إيمانا إذ أقامه من الأموات أيها يعني نفهم بأنه أصل العقيدة المسيحية المسيحية ليس الدين وليس الطوائف بل هي علاقة شخصية مع رب المجلس يسوع المسيح ونحن نعلم هذا الشيء جملة متفصيلة ومحور الكرازة بتحديد إيماننا إحنا المسيحيين بقيامة رب يسوع المسيح إذا ما أمننا بقيامة يسوع المسيح باطل الكرازتنا وباطل إيماننا بمسلهم لا صح فلازم نفهم هذا الإشي مع بعضنا البعض لأنه بيقولك أقامه يوما فيما هو مزمع يدين المسكون بالعدل في رجل قد عينه مقدما إيمانا إذ أقامه من الأموات أيه كمان كذلك الأمر في رومية صاحب الأول آية أربعة وتعين ابن الله بقوة من جهة روح القداس اللي هي روح القداس اللي هي روح القدس أيه كمان بالقيامة من الأموات نعم بالقيامة من الأموات الذي أسلم برضو في رومية أربعة خمسة وعشرين الذي أسلم من أجل خطايانا والقيامة لأجل تبريرنا فدفلنا معه بالمعمودية بالموت نحن نعرف لما ننولد من جديد ولادة جديدة لما نتعمد مرة أخرى ننولد من الجديد مع الرب يسوع المسيح نندفل ونقوم معاه في اليوم الثالث نعرف هذا الشيخ كمان كذلك الأمر في رومية عشرة تسعة قلت لأن اعترفت بثمك بالرب يسوع المسيح وأمنت بقلبك أن الله وقامه من الموت خالص نقطة سهة ما في حدا يقدر يجادر فيه هذا الشواهد دي كلها لأي واحد يعني زي أقول واحد بيستخدم المنطق هيعرف أنه فعلا قيامة المسيح ليست اختراع لأنه مين هيخترع تخترع إيه نعم كويس وبعدين هتخترع إيه وإن اليهود موجودين وإنت بتشهد أول أن تشهد عند اليهود ده أول حاجة كان ممكن يعملوها اليهود يروح عند القبر ويطلع جسده أول أنت بتقول أنه ماء أنه قام أول موجود جسده فكيف للتلاميذ فكيف للتلاميذ في نفس المنطقة اللي فيها اتهدوا والمسيح مات وصلب ومات ويقفوا يقولوا أنه المسيح قام من بين الأموات بأي قوة دي لم يكن المسيح قد قام فعلا يعني لكن لكن طبعا الفكرة أنه هو عنده نص يريد أن يثبت يريد أن يثبت أنه النص اللي عنده صح فممكن يدمر أي حاجة أو يدعي كذبا أي شيء في سبيل أنه النص اللي عنده ده يعني يشعر أنه في أمان أنه المسيح لم يسلب ولم يموت شكرا لك الآية ضعيفة نعم باركك حبيبي ربنا يباركك الآية ضعيفة هو يتيمة اللي هي بيسموها اللي هي ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه طب من الذي شبه له يعني احنا نسأل أنا قبل فترة كنت لايف على فيسبوك سألت هذا السؤال ما الذي شبهه له ولا مسلم قدر يجاوبنا على هذا السؤال لا ما فيش تخيل عزيز الأفراف لا طبعا ما في كل واحد يطلع لك بقصة خرافية عن شبيه الرب يفتح القلوب وينرحى بعمل روح القدوس دي صلاتنا دايما لإخوتنا كل عام أنت بخير عزيز وأنت بخير عزيز الرب يباركك ويباركك شكرا لك شكرا لك شكرا لك نرجع إلى إلى أسك أخواته أحمد ديدات قالت لماذا كان يسوع يعني متخفيا ويسوع ما كانش متخفيا أنت بتتخيل أنه كان متخفي يعني يسوع كان لابس البستاني يعني يعني جاي لها بشبه بستاني مش فاهم أنا برضو يعني لما تقول أنه متخفي هل هو لابس لبس البستاني لا هل هو البستاني ده ليه تكوين جسدي مختلف عن البشر لا ده هي ظنة أنه هو بستاني لأنه محدش يكون الصبح بدري بيشتغل في البستان إلا البستاني لكن إجابة بقى الإجابة الزكية بتاعت أحمد دي داتي يقول لك هو أتى وكان متخفيا يسوع ما هو ما هو مماتش الفكرة أنه ما مماتش هو هو كانت فيه الحياة لما نزل من على الصليب ولما قعد في القبر قعد في القبر يعني ارتاح شوية قدري أنه أنه يخرج من القبر فلما خرج من القبر شاف مين شاف مريم فأتى لمريم متخفيا في شبه البستاني عقل مريض يخترع أفكار مريضة كويس ليه بقى هو بيسأل السؤال وهيجواب عليه لماذا كان يسوع متخفيا في شبه البستاني قال لكي بقى لأنه كان يخاف من اليهود المسيح كان خايف من اليهود كويس أنهم يحاولوا يقتلوه زي ما حاولوا يقتلوه قبل كده لكنه أنقذ فأتى إلى مريم المجدلية متخفيا في شبه البستاني لأنه كان خائفا من اليهود أنه هو علشان يرفض الموت والقيامة اخترع كذبة تردوه عقله وقلبه المريد أنه يسوع لم يمت بل كان فيه الحياة عندما أنزل من على الصليب واسترد الحياة وخرج من القبر وكان خائف من اليهود فجي متخفيا إلى مريم المجدلية في شبه البستاني أنا عندي أؤمن بأن يسوع قد صلب ومات وقام أسهل أسهل من أن أؤمن بالنظرية بهذه النظرية لكن هنعمل إيه يسوع لم يكن متخفيا في شبه البستاني لكن مريم ظنت أنه البستاني فظنت تلك أنه البستاني ظنت طيب السؤال بقى ما هو هيترح سؤال وعدين السؤال يجي بسؤال لماذا كان يسوع يخاف من اليهود ما هو بيقول أن يسوع أتى إلى مريم المجدلية متخفيا في شبه بستاني لأنه كان خايف من اليهود لكن لماذا كان يسوع خائفا من اليهود بسبب بسبب أنه لم يمت شفت بقى الزكاء ده الزكاء بسبب أنه لم يمت وبالتالي فلا قيامة من الأموات أعني وبما أن المسيح لم يمت فالمسيح لم يقم وعش كده يشوه الحقائق الكتابية ويخترع ويقولك المسيح عندما أنزل من على الصليب لم يكن ميت وعندما وضع في القبر لم يكن قد مات لكنه استرد صحته هو في القبر وخرج لمريم في شبه البستاني حتى يتخف من اليهود لأنه كان خائفا من اليهود وللأسف كثيرون يسيرون وراء هذه الأفكار المريضة التي ترفض الحق وترفض البرهين وترفض حتى المنطق واحد يأتي بعد المسيح بستمائة سنة شاهد لم يشاهد شيئا أو خلينا حطها بالعامية شاهد ما شافش حاجة ولم يقدم دليلا واحدا على عدم موت المسيح لكن كل اللي عمل أنه طعن في حقيقة تاريخية دون أن يقدم برهانا واحدا يؤكد به صدق الدعاء وهكذا يسير من بعده ويخترعون أكذيبا وراء أكذيب شوفوا بقى بيقولوا يقول أحمد داد صاحب هذه طبعا هو هو النظرية دي مش مخترعة على فكرة نظرية الإغماء دي نظرية موجودة من زمان يعني تعرفين المسلمين ما بيخترعوش دايما يسرقوا يقتبسوا أفكار بس فيقول إنها كانت تبحث عن يسوع لماذا أتت مريم بقى المجدلية إلى القبر بكرا مش علشان الحنوط والأطياب لا 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 إنها كانت تبحث عن يسوع الذي هو على قدر كبير من الحياة عن يسوع الذي تكذب إليها بيديها وتأخذه إلى بيتها ليستريح للإسترخاء واسترجاع قواء فقل لي أين وضعته وأنا أخذه شفتوا هو مريم راحت عند القبر من زمان بيقول الكتاب تحط حنوط وأطياب لا 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 ما صدقش الكتاب وما لتصدق إياه صدق الاختراعات بتاعتي ده مريم راحت عند القبر لأنها كانت تبحث عن يسوع لأن يسوع كان على قدر كبير من الحياة على فكرة في كل التاريخ الروماني لم ينجو مصلوب واحد نفذ فيه حكم الصلب خالص نهائي الصلب صمم للموت ولكي ما يكون أبشع وسيلة للموت لكن هنا بيقول أن يسوع يعني نزل من على الصليب وفيه قدر كبير من الحياة وهي راحت عشان تأخذوا بقى ترجعوا إلى بيتها يستريح ويسترجع قواه وزي ما بيقول بقى البعض وبعد ما استرجع قواه راح إلى الهند وعاش في الهند لحد ما مات هكذا يتحدثون عن رب الحياة الذي أتى لكما يضع نفسه فدية عن كثيرين الذي قام منتصرا من بين الأموات الذي فتح لنا باب الحياة الأبدية والذي فتح لنا أيضا الحياة الأبدية بكل ما فيها الذي أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات إن قيامة المسيح تبرهن على صلب وموت المسيح فالمسيح لأنه صلب ومات ودفن هو قام وزهر وإلى يومنا هذا هو حي حي معنا وحي فينا وسيأتي اليوم الذي نلتقي فيه معه وجها لوجه مرة تانية كل سنة وحضراتكم بكل الخير ترجمة نانسي قنقر